اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثالثة من دورة تعليم برنامج كامتازيا ستوديو ضمن دبلومة المونتاج في هذه المحاضرة راح نشرح موضوع مهم جدا في عالم المونتاج ألا وهو الانترو لما نروح على قائمة ليبري راح نلقى مجموعة مكتبات من ضمن هذه المكتبات مكتبة الانترو طبعا بالنسبة للايكون راح نأجلها بعد ما نشرح الانيميشن حتى نشرح الايكون مع الانيميشن حتى يكون تزاوج بين الانيميشن والايكونز حتى نعمل انشاء الله انفوغرافيك احترافي طبعا بالنسبة للانترو لما نفتح هذا الخيار او المثلث راح نلقى مجموعة انترو انترو جاي من كلمة انتر دخول اي ان الفيديو يدخل بهذا المقدمة او بهذا الانترو طبعا الانترو دائما يوضع في مقدمة العرض ودائما يوضع في البداية كالافلام والمسلسلات والعروض وحتى مقاطع السوشال ميديا حديثا توضع فيها انترو طبعا الانترو عادة ما يكون يحمل لوغو لمؤسسة او لوغو لشركة الانتاج او يحتوي على اسماء المخرجين والمنتجين وممكن ان يكون يحتوي على سوشال ميديا او يحتوي على معلومات معينة وكلمات معينة تبدأ بها الفيديو طبعا الانترو هات تحتوي عادة على انيميشن وتناسق فيها الالوان بالاضافة الى بعض النصوص القليلة كل هذه الامور يتم التزاوج بينها ويتم صنع انترو طبعا ان شاء الله في الافتر ايفكت راح نصنع انترو احترافي جدا ولكن الانترو هات الموجودة في داخل برنامج كامتازيا لا تقل عن احترافية برنامج افتر ايفكت حتى نضيف هذا الانترو الى التايم لايم نضغط عليه كليك ايمن ونختار ادتو تايم لايم راح البرنامج اضيفه في التايم لايم عند مكان الماوس او مكان المؤشر راح نخلي المؤشر بالبداية ونخلي الانترو في بداية العرض نلاحظ هنا انا عدنا علامة الزائد وعلامة الناقص علامة الزائد اللي هي تكبر من مسافة العرض والناقص راح تصغر من مسافة العرض او مسافة الشريط الزمني طبعا اذا تلاحظون هنا في الاسفل اكو عدي هنا علامة زائد هذا يدل على انه الانترو موضوع داخل جروب لما اجي افتح هذا الجروب من خلال الضغط على علامة الزائد راح نلاحظ مجموعة نصوص بالاضافة لهذه النصوص اكو عدنا جروب اخر يحتوي على الشيب هذا الشيب يحتوي على مجموعة اشكال ومثل ما تلاحظون هذه الاشكال معمول الها انيميشن طبعا هذا السهم يعني انه وجود انيميشن مثل ما تلاحظون طبعا حتى اغير هذه الدوائر حتى اغير الوانها اضغط اكليك على هذه النقطة في الانيميشن ولاحظ انه عدي لون يعني عدي لون بالانيميشن وعندي لون باللون الاصلي لون الشيب راح حاول اغير عني الشكل الاول اضغط اكليك على الشيب او على السهم واروح على اليمين في حال انه هذه اللوحة مظاهرة اضغط على برو بارتيز راح تظهر لهذه اللوحة اجي هنا انا الاف الخيار اخرىствие بالعبات ا اختار مثلا هذا اللون الاحمر او الوردي مثلا بعدها ألاحظ انه الشكل اتغير الى اللون الوردي وهكذا اقدر اغير اللون الاخر اللي هو الاخضر ممكن أن أختار هذا الأخضر اللون الآخر اللي هو الأحمر وممكن أن أغيره إلى مثلا أصفر وهكذا ومثل ما تلاحظون أجي أعرض الشكلي أما من خلال أضغط على Space من الكيبورد رح يبدأ يعرض لي هذا الشكل ممكن ألاحظ أن هذا الشكل لون الأسود الفاتح أو اللون النيلي تغير هذا الشكل أفضل خيار لتغير الشكل هو أضغط click على الرأس السهم الرأس الانيميشن وأغير اللون اللي أنا أريده مثلا رح أختار اللون الأحمر نجي نعرض رح ألاحظ أنه جميل جدا طبعا ممكن أنه هذا المربع أشوفه أنا مو مناسب مكانه وأبيه كتابة هذه الكتابة خلي نقول زائدة ممكن أنه أحذف هذه الكتابة أو هذا النص من خلال أنه أصغر الشيبز يعني أخفي أضغط على علامة الناقص حتى يرجع group وأشوف مكان اللي أشوف أنه ألاحظ أنه هذه بداية ظهور الناس يعني هذه الطبقة هي خاصة بهذا النص أحددها وأضغط على delete ممكن أنه هذا المستطيل أخليه ينزل بعد إلى الأسفل يكون محيط بكلمة كامتازيا وأغير كلمة كامتازيا أكتب بها الكلمة اللي أنا أريدها أو عنوان الفيديو اللي أنا أريدها أرجع إلى الشيبز وأجي أشوف مثلا هذا هو الشيبز الخاص حتى أتأكد لما أخلي التايم لايمي مور بي بداية الظهور يعني معناه هو هذا الشكل أحاول بالسهم الأسفل من لوحة المفاتيح أخلي بيها المكان ممكن أنه أقدر أكبر شوية ممكن جيد جدا هسا أجي لما أريد أغير كلمة كامتازيا أرجع إلى الـ Group أغلق الـ Group وأشوف أنه كلمة كامتازيا وينها هذي كلمة كامتازيا أغير هي أما أكتبها من أنا بالكيبورد أما أخذ كوبي للنص وأخلي بيست طبعا نحددها double click وأضغط على control V أي لسق بعدين أجي أحدد النص وأغير size الفونت ومن ثم أختار من الوزن أختار bold وطبعا نختار لون أبيض تمام جدا حاول أنه نوازن العرض نلاحظ أنه كلمة عالم بها الاحترافي ممكن أنه نشوفها صاعدة جيد ممكن أنه ننزلها طبعا نضغط كلك على هذا الشكل حتى أحددها أضغط كلك على النص بـ Timeline ومن الكيبورد أحاول أنه أنزل النص لاحظ أنه عدي هذا النص صار صاعد ممكن أنه ينزل إلى الأسفل ممكن أنه أغير اتجاهه ممكن أنه أخليه هنا تمام جدا نجي نعرض العرض نشوف من البداية تمام أكو عدي موضوعين لازم أعتني به الموضوع الأول مثل ما تلاحظون أنه أشوف أنه عالم بها الاحترافي تظهر من اليسار إلى اليمين طبعا هذا القالب مصمم على اللغة الإنجليزية وأنا غيرتها إلى اللغة العربية لازم أغير اتجاه الحركة يكون من اليمين إلى اليسار وليس من اليسار إلى اليمين أرجع إلى الـ Group أرجع إلى كلمة عالم بها الاحترافي أضغط على هذا السهم الموجود وهذا السهم يعني أنه أكون مؤثرات على هذا النص أضغط على كلك ألاحظ أنه هذه المؤثر أضغط عليها كلك وأجي على اليمين أختار هنا من الـ Type هنا نجي على اليمين من الـ Type راح ألاحظ أنه تجاه الحركة Left to Right من اليسار إلى اليمين أضغط على هذا السهم وأجي إلى Text وأختار Right to Left أي من اليمين إلى اليسار نلاحظ أنه تجاه الكتابة أصبح الكتابة من اليمين إلى اليسار جميل جدا أصبح الفيديو احترافي أو الـ Intro احترافي جدا طبعا ألاحظ أنه الكثير من الأخطاء في الـ Intro هات أنه بعض الأشخاص يستخدمون قوالب إنجليزية وما يهتمون بتعريب هذه القوالب وبالتالي تبين أنه هذه القوالب هي قوالب جاهزة أنه لما نعتني إحنا بالفيديو أو نعتني بالـ Intro من ناحية تعريب راح نبعد الشبهة على أنه إحنا مستخدمين قالب جاهز وبالتالي حتى يكون متناسب مع المحتوى العربي ألاحظ أنه عالم بهاء الاحترافي تظهر قبل الإطار قبل الفريم وطبعا هذا الشكل ما ينطيح ترافية يفضل أن الفريم يظهر قبل الكتابة أول مرة نلاحظ أنه بداية النص هذا بداية النص نخلي المؤشر على بداية ظهور النص بعدين نضغط على علامة الزائد حتى يظهر أنه الـ Group ينفتح الـ Group ونروح نشوف أنه نلاحظ أنه هذا الشكل نلاحظ أنه بدايته هو بعد النص فنحاول أنه نزيد المسافة بحيث تكون تبدأ مع النص أو ممكن أنه تزيد يعني حتى تزيد أكثر حتى تبدأ قبل النص ممكن أنه نضغط أكليك على Space تمام جدا ألاحظ أنه عالم بهاء الاحترافي ممكن أنه أغير هذا الموقع ويب سايت طبعا ألاحظ لما أجي أغير النص الإنجليزي راح يتحدد عالم بهاء الاحترافي وذلك لأن النص الفريم أكبر وبالتالي إلى الأولوية بالتحديد أما أحاول أنه أرفع هذه الطبق أخليها بالأعلى أو أخلي الفريم في مكان آخر وأجي أحدد النص أكتب مثلا طبعا راح أخلي الموقع الويب سايت الخاص بي أعلن بهاء الاحترافي ممكن أنه أكبر السايزة شوية ممكن أنه أمطي لون آخر مثلا راح يكون لون أبيض طبعا بعد ما كتبت الويب سايت الخاص في عالم بهاء الاحترافي ممكن أنه أخلي مكانه في المكان المناسب ومثل ما نلاحظ أنه هذا النص هو إنجليزي ويظهر من اليمين إلى اليسار ممكن أنه نخليه يظهر من اليسار إلى اليمين طبعا نضغط على النص ونضغط على هذا الخيار بعدها نروح على بي هاورز ونختار طبعا تيكست رايت تو ليفت نختار تيكست ومن ثم نختار ليفت تو رايت من اليسار إلى اليمين نلاحظ أنه علم بهاء الاحترافي تبدأ من اليمين والويب سايت يبدأ من اليسار ممكن أنه عنطي لهذا النص بولد أرجع إلى حرف الأي هنا في الأعلى وأختار بوكان ريقلر راح أختار بولد طبعا أرجع النص علم بهاء الاحترافي إلى مكانها الأصلي في هذا الجزء وألاحظ أعيد الانترو تمام جميل جدا أعلم بهاء الاحترافي ومن ثم راح يظهر الويب سايت طبعا أصبح لدينا انترو جاهز ممكن أنه هذا الانترو نحفظه على شكل الفيديو ونستخدمه في فيديوهاتنا الأخرى طبعا إن شاء الله بنهاية هذه الدورة راح نتعلم شون نضيف أصوات احترافية وشون نسوي تزاوج بين الأصوات مع الانترو هات حتى يصبح أدنى ميكس ملفت للانتباه طبعا نحذف هذا الانترو ناخذ انترو آخر نجي على الليبري ونجي على كامتازيا 2018 بعدين نجي على انترو ومن ثم ناخذ انترو آخر مثلا هذا الانترو نفتح الانترو جميل ممكن أنه التغيير اللي يكون على هذا الانترو ممكن أنه لما نريد نغير اتجاه النص طبعا نفتح الانترو راح نلاحظ أنه هذا النص هذا النص يبدأ من اليسار إلى اليمين حتى نغير اتجاه نروح على بها برز وبنفس الطريقة ونختار بعد ما نغير النص راح نلاحظ أنه النص يبدأ من اليمين اليسار وبنفس الطريقة نقدر نغير بقية التفاصيل ناخذ انترو آخر مثلا هذا الانترو نعرض الانترو مثل ما نلاحظ انترو جميل جدا راح نحاول تغيير مثل ما نلاحظ أنه هذا النص الظهور يكون من اليمين إلى اليسار وهذا طبعا عنده اللغة الانجليزية في اللغة العربية لابد أن يكون الظهور من اليسار إلى اليمين نفتح الانترو ونلاحظ أنه في التكست الأول راح نكتب عالم بهالاحترافي نحدد النص وكونترول في بعدين كونترول أي ونغير لونه إلى اللون الأحمر طبعا ممكن أنه من خلال هذه أداة الـ eye dropper نلتقط من هذا اللون وطبعا نغير الحجم ممكن أنه يكون bold جميل جدا بقى عندنا ممكن هذا الجزء الأسفل يكون للشعار نحاول أنه نبعد النص إلى الأعلى حتى نحرر النص الأسفل طبعا كونترول V كونترول A مثل ما نلاحظ هنا أنه النص نضاف ولكن بلون أسود بنفس اللون الخلفية راح يكون لون أبيض جيد ممكن أنه نغير شوية نكبر حجم النص وممكن أنه ننطي بولد نرجع النص العربي ممكن أنه شوية نكبر حجم الخط يكون مية واربعين تمام نحاول نعرض الشكل تمام جدا ممكن أنه النص الإنجليزي يبدأ من اليمين إلى اليسار ولكن النص العربي يبدأ من اليسار إلى اليمين نحدد النص العربي ونضغط click على هذا الخيار اللي هو السهم وبعدها نضغط إلى effect ونختار أنه طبعا مثل ما نلاحظ أنه الـ direction الـ direction يعني الاتجاه الـ direction هو من الـ right يبدأ من اليمين ممكن أنه نغيره نخليه إلى left مثل ما نلاحظ أنه مثل ما نلاحظ أصبح الشكل جميل جدا جميل جدا فقط نغير بها الأماكن حتى تتناسق مع الـ frame الإطار طبعا نحدد الشكلين من الشكل الأول وبعدها نحدد الشكل الثاني اللي هو من خلال الشفت اللي هو عالم بها الاحترافي ونحاول ننزل هنا من خلال الماوس ممكن أنه عالم بها الاحترافي ننزلها بعد والـ website ممكن أنه ينزل بعد إلى الأسفل تمام جدا مثل ما نشوف جميل جدا ممكن نلاحظ أنه عملية الدخول غير واقعية بالنسبة لي عالم بها الاحترافي وذلك بسبب أنه التفاعل الاتجاه القديم ممكن أن نغير التفاعل من خلال نضغط click على الناس ونضغط على السهم وبالتالي نجع على behaviors ونغير الاتجاه هنا ممكن أن تكون رائد توليفت نشوف جميل جدا أصبح النص واقعي والـ intro احترافي جدا نأخذ intro آخر مثلا هذا الـ intro طبعا نحاول نفتح الـ intro ونلاحظ طبعا هذا الـ intro بسيط جدا طبعا بنفس الفكرة بالنسبة لي التعديلات نفس الفكرة اللي هي الـ intro هات السابقة نقدر نعدل عليه مثلا عندنا هذا النص الذي يكون عالم بها الاحترافي وممكن أنه نضيف نص طبعا نغير إلى اللون الأبيض وطبعا نختار البول طبعا نقدر من الفونت نغير إلى فونت آخر حتى يصبح رونق النص أجمل نغير الحجم مثلا ممكن أنه المكان يكون إلى الأسفل طبعا نلاحظ أن الحركة مصممة على النص الإنجليزي يجب تغيير اتجاه الحركة طبعا مهمة جدا هذه ملاحظة حتى يصبح الفيديو احترافي فيما يخص المحتوى العربي طبعا نضغط على النص ومن ثم نضغط على الشو إفكت نلاحظ أنه هذا الخيار اللي هو باللون الأحمر هو خاص بالـ behavior أو الخاص بالمؤثرات الحركية ونغير الاتجاه من خلال تايب نلاحظ أنه النص التكست اللي هو left to right نغيره من خلال تكست الى right to left جيد مثل ما تلاحظون عالم بها الاحترافي جميل جدا نأخذ intro آخر مثلا هذا الـ intro طبعا هذا الـ intro مشابه للـ intro السابق ممكن يتم تعديله حسب الطريقة اللي شرحناها مسبقا نجي الـ intro نلاحظ نفتح الـ intro ممكن أنه نعدل على النص بنفس الطريقة اللي شرحناها قبل قليل ولكن يجب الانتباه على تغيير اتجاه النص ممكن ناخذ هذا الـ intro طبعا انتو شوفوا هاي الـ intro هات البقية انترو هات جميلة جدا وممكن انه نغيرهن ونجري التعديلات على هذه الـ intro هات بنفس الطريقة اللي شرحتها قبل قليل ناخذ intro أخير هذا الـ intro اللي يبيه تعديلات نوعا ما جديدة ممكن انه نفتح الـ intro نلاحظ نلاحظ انه هذا الـ intro يحتوي على لوغو ويحتوي على ناص ويحتوي على اشكال فيكتورية نلاحظ انه هذا الـ intro مثل ما تلاحظون انه اللوغو صاير الى اليسار والناص ايضا الى اليسار طبعا هذا الشيء مصمم على المحتوى الانجليزي حتى نغيره الى المحتوى العربي يجب الانتباه على انه يجب قلب الـ intro تماما بزاوية 180 درجة حتى يصبح من اليمين الى اليسار نلاحظ انه الظهور بداية من اليسار الى اليمين حتى يكون عربي لا بد انه يبدي من اليمين الى اليسار ولازم ننتبه لهذه النقطة لانه مهمة جدا حتى نكون احترافين في عملنا طبعا نحدد الـ intro ونروح على هذا الخيار بعد ما حددنا الـ intro طبعا الـ properties نروح على هذا الخيار اللي هو virtual properties ونجي على المحور Y نكتب 180 درجة نجي على المحور Y كتبنا 180 درجة نلاحظ انه الـ intro رح يبدأ من اليمين الى اليسار ولكن نلاحظ فقرة انه الـ intro زحف قليلا الى اليسار حتى يكون بمكانه الصحيح نحدد الـ intro ونحاول انه يكون منتصف هذا المثلث مع بداية الخط اليساري مثل ما تلاحظون في هالمكان نشغل الـ intro مثل ما تلاحظون اصبح الـ logo الى اليمين والنص ايضا الى اليمين والشكل اصبح الى اليسار طبعا اصبح اسم ملائم بالنسبة للمحتوى العربي ولكن نلاحظ انه الشعار والنصوص ايضا تم انعكاسهم بزاوية 180 درجة ولازم نرجع نرجع اتجاه النصوص والاشكال يعني لو اجينا نغيرنا هذا النص كتبنا نص عربي مثلا طبعا ممكن انه نغير اللون الى لون ابيض ممكن انه نغير الاتجاه ممكن انه يكون bold نلاحظ انه النص مقلوب حتى نغير اتجاه النص نحدد النص ونروح على هذا الخيار اللي هو visual properties ونكتب هنا في المحور y نكتب 180 درجة تمام جدا بالنسبة للنص الانجليزي ايضا طبعا مثلا نلاحظ انه التحديد يكون الاولوية للفريم الاكبر فنحاول انه نبعد قليلا الى الاعلان نحدد الفريم بالاسفل و كونترول V راح نكتب النص الانجليزي اللي هو راح يكون الويب سايت راح يكون بلون احمر مثلا وممكن انه نغير ممكن انه اتجاه هيكون الى اليسار طبعا نغير شوية بالاتجاه او ممكن يكون المحاذات الى الوسط تمام جدا ممكن شوية نغير بالحجم ممكن انه يكون بولد وتبقى عندنا خطو واحدة وهي عكس النص من خلال انه نضغط على النص نروح على علامة الـ ومن خلال محور y طبعا يجب الانتباه على المحور y حصرا نكتب 180 درجة تمام جدا نحاول تنسيق النصوص هذا يكون في هالمكان والنص العربي يكون في هالمكان ممكن انه نغير الحجم اكثر ممكن انه يكون 130 تمام جدا نرجع الى الـ نرجع الى النص نشوف العمل تمام جدا تمام جدا فقط عندنا الشعار هذا الشعار لو اردنا نغيره نروح نفتح القروب الاخر ونجي الى هذه الايكون نضغط عليه كليك ايمن ونختار update بعدها نختار الشعار اللي احنا الريدة راح يجي بشكل مباشر محل هذا الشعار تمام جدا ولكن نلاحظ ان الشعار صغير وشكله مقلوب طبعا بشكل مباشر انه نضغط على الـ ومن الـ المحور Y نكتب 180 درجة راح نلاحظ ان الشعار تمام جدا نعرض الـ مثل ما تلاحظون انترو احترافي وسهل وخفيف وطبعا نقدر نعدل عليه بكل احترافية مثل ما نلاحظ ان خروج الانترو جميل جدا ايضا طبعا هذه المحاضرة كانت فيما تخص الانترو وطبعا في المحاضرات القادمة راح نشرح كيفية صناعة انتروهات اخرى بطرق اخرى ايضا طبعا بعد ما كملنا هذا الانترو نقدر انه نحفظه على شكل فيديو من خلال انه نروح على شير ومن ثم نختار local file بعدها من خلال هذا الخيار نختار mp4 1180 دقة عالية جدا بعدها next نحدد مكان الحفظ وبعدها finish راح يبدل برنامج يحفظنا الانترو على شكل فيديو طبعا واجب هذه المحاضرة هو صناعة انترو متكامل يعني من تغيير النصوص بالشكل العربي وتغيير اللوغو في حال انه تم استخدام لوغو يفضل ان يكون الانترو من ضمن هذه الانتروهات طبعا بعد اكمال الانترو يتم حفظه على شكل فيديو حتى يتم تسليمه نلتقيكم في المحاضرة القادمة باذنه تعالى اشتركوا في القناة